البداية كانت مجرد فكرةٍ بسيطةٍ راودتها نجحت في تنفيذها بأدواتها المتاحة وتفاجأت بآلاف الدولارات شهرياً كيف حققت المعادلة الصعبة استطاعت شبةٌ سوريةٌ أن تحول فكرتها إلى مشروعٍ ناجحٍ نال اهتماماً محلياً ودولياً وأصبحت حديث الساعة في الإعلام الأوروبي ثمى قصتها يسطر السوريون في دول اللجوء الإنجازات يوماً تلو الآخر ويصنعون قصص النجاح رغم الظروف الصعبة التي مروا بها خلال السنوات الأخيرة نماذج متفردة أثبتت للعالم قدرتهم على الإبداع وأن الشغف لديهم ليس له حدود رغم المواجهات والهجرة ومرافقها من ضيق الحال والتفكير بالمستقبل المجهول قصة نجاح اليوم كانت من نصيب سيدةٍ سورية تمكنت من تحويل فكرةً بسيطة إلى مشروعٍ ناجحٍ يضر عليها آلاف الدولارات شهرياً لتصبح حديث الصحافة ووسائل الإعلام في بريطانيا إنها رازان الصوص برعت في صناعة نوعاً من الجبن بطريقتها الخاصة جعلتها تتحول إلى سيدة مجتمعٍ في بريطانيا خلال فترةٍ قصيرةٍ من بداية مشروعها حقاً تحولت حياتها لتصبح مصدر إلهامٍ لأكثر من سبعين مليون لاجئٍ حول العالم وكانت آخر مقابلةٍ إعلاميةٍ أجرتها هو الفيلم القصير الذي قامت بتصويره مع النجمة العالمية كيت بلانشيت وصلت رازان إلى بريطانيا في غضون الفين واثني عشر برفقة شريك عمرها وأولادها بسبب ظروف المواجهات في سوريا بعد أن فقدوا كل شيءٍ يملكونه هناك الظروف الصعبة اضطرت رازان للعمل خوفاً على مستقبل أبنائها الأمر الذي دفعها للتفكير بشكلٍ مختلف من أجل تأمين مصدر رزقٍ لها ولعائلتها وفي تلك الأثناء فكرت رازان في كيفية استغلال مهاراتها وخبراتها لسيما في صناعة الجبن خاصةً أن مضاق الجبن في بريطانيا لم يعجبها ومن هنا خطرت ببالها فكرة صناعة الجبن بالطريقة السورية التي ربما تنالوا إعجاب سكان الغرب وكانت المفاجأة أن الصناعة حضيت بإعجاب البريطانيين لتبدأ بعد ذلك بتطوير عملها وعدم اقتصاره على التصنيع في المنزل حصلت على مبلغ 2500 جنيه استرليني من وكالة المشاريع المحلية وبدأت مشروعها الجديد في عام 2014 وبعد أربعة أشهر من انطلاقه فازت بجائزة برونزية بعد مشاركتها في أحد المصابقات المخصصة لعرض الجبن على مستوى العالم تقول رزان إن دراستها للصيدلة جعلتها تتوصل إلى التركيبة الصحيحة لصناعة الجبن وذلك بعد فهم الطبيعة الكيميائية لجبن الحلوم طبقت رزان ذات الطريقة على كميات كبيرة من الألبان لتصل إلى المضاق الذي تريده والذي نال استحسان وإعجاب الشعب البريطاني ماكينة آيس كريم كانت هي الأداة الأولى التي استخدمتها لتصنيع جبن الحلوم بسبب رخص ثمنها أكثر من ماكينة صناعة الجبن الأساسية قرينها قام بتعديل نظام تشغيل ماكينة الآيس كريم من التبريد إلى التسخين حتى يسخن الحليب ويصنع منه الجبن تفكر رزان في تطوير عملها وفي إنشاء مصنع ضخما لإنتاج الجبن وبيع كميات كبيرة منه خلال الفترة المقبلة